السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعني عمر بن الخطاب وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بن تابي بكر البركة دائما في الطريق الذي رسمه المعصوم عليه السلام لا أقول إنه لا تقع في من يتولى أو في المتصدي كالمرجع الأعلى مثلا أو المرجع مبسوط اليد ومبسوط الحكم لا تقع منه أخطاء تقع منه أخطاء لأنه بشر بالنتيجة هو ليس معصوما لكن هذه الأخطاء إذا ما نظرنا إليها على المدى الطويل ومن حيث المحصلة والمجموع تندك تندك هذه الأخطاء في محيط الإصابة إصابة الأهداف الشيعة إذا لاحظتم بقيت الطائفة الشيعية قوية عزيزة منيعة رغم أنها طائفة متآمر عليها متواطع عليها منذ أربعة عشر قرنا صحيح؟ وكل المؤامرات التي حيكت ضد هذه الطائفة كانت تستهدف وجودها يعني لا أنها تستهدف شيئا من يعني امتدادها مثلا أو كذا لا إمبراطوريات عظمى تآمرت على هذه الطائفة لأجل إنهاء وجودها بالكلية مع ذلك هي صمدت إلى اليوم وفي تمدد وتوسع ما هو السر في ذلك؟ إحدى أهم أسباب ذلك هو تمسك هذه الطائفة بالقيادة المرجعية عبر العصور وعدم تشتتها وتبعثرها بين قيادات لا تستوفي الشرائط الشرعية وبين أصحاب رايات لهم مآرب أو مطامع شخصية أو طموحات ذاتية فهذه الوحدة وهذا التمسك أدى في جملة ما أدى إليه إلى قوة هذه الطائفة بحيث ما تستطيع الآن أعتى حكومة على وجه الأرض أن تنال من هذه الطائفة بما يؤدي إلى إنهاء وجودها إنهاء وجودها يمكن أن تجعلها تنزف كما هو الحال اليوم مثلا لكن سرعان ما تضمد هذه الطائفة جراحها وتوقف هذا النزيف ولو إلى برهة من الزمن القيادة المرجعية جدا مهمة مع تحفظاتنا على بعض المواقف المرجعية مع ربما مخالفتنا لكن بالنتيجة حتى هذه المخالفات من الذي يقول أن وجهة نظرنا صائبة مئة بالمئة إحنا هم ممعصومين يعني وغاية ما هناك أنه اجتهاد في مقابل اجتهاد رأي في مقابل رأي تشخيص في مقابل تشخيص ولا بد لنا دائما من أن نتواضع إلى مقام المرجع إلى مقام الفقاهة والفقه ونغلب اجتهاده على اجتهادنا وتشخيصه على تشخيصنا حفاظا على وحدة هذه الأمة وقوتها ومنعتها لا أن نشتت ونشضي هذه الأمة هذا كله إذا كانت هذه المرجعية أو هذه القيادة الفقهية مستوفية للشرائط حتى واحد باشر ما يقول لي إذن يلا خامناء وتنازلولا ما الشو كلامه خامناء شنو مثلا يعني أو واحد يجيب لي عقوبي مثلا هذا شنو قيمته مثلا لا نحن نتحدث عن مرجعيات كبرى عادلة معروفة مستوفية للشرائط ولو بحدها لاتنا ترجمة نانسي قنقر